أنا من الناس اللي لي طريقة كده في التفكير وتحديداً في تفكيري في شغلتي وفي مهنتي إلى آخره وبشوف إنه الإنحياز للمواطن دايماً هو شغلي الشاغل وهمي الأول وعلشان يبقى الإنحياز ده سليم لازم يكون موضوعي 100% يعني أنا ما بحبش مثلاً إن أنا أقولك تصريح رنان لا أساسة له من الصحة وعمري ما قلت كده وأي محاولة لا يعني تلبيس الأكاذيب فيما أقول أو تأولها أو لي زراع الكلمة أو التصريح أو الجملة أنا مش مسؤول عنه على الإطلاق أدي واحد اتنين أنا من الناس اللي بتشوف إن مصر اتعامل فيها كم حاجات أكتر من عظيم يفوق أي خيال لأي حد فينا بالمناسبة خلال العشر سنين اللي فاتوا يفوق خيال أي حد فينا بالمناسبة لأي تقريباً أقدر أقولك كل الناس اللي جت من مربع معارضة قبل 2011 لم نكن نتصور في وقت من الأوقات أنه في ظرف عشر سنين هيحصل هذا الكم من المدن أو هذا التطور في البنية الصناعية أو البنية التكنولوجية والبنية التحتية ومنظومة الطرق ومنظومة الكباري وعمل على مشاريع الزراعية إذا كان في التساعة الرقعة الزراعية أو كشفات الغاز البترول القانون الجديد بتاع التعدين إلخ 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 ولأن أنا مقتنع جداً بهذا الكلام ومؤمن به بمنتهى الصدق فما بحبش إن إحنا نبالغ كمان في حاجات يعني مثلاً إحنا كان في عندنا خبر من يمكن نشر يوم الأربع أو يوم الخميس اللي فات على منجم دهب تم اكتشافه حديثاً في منطقة أبو مرواط فلما أنا قريت هذا الخبر ويعني أنا آسف إن أنا أكرر عليكم هذه الجملة أنا من الناس اللي ما بتقراش خبر وتاخده على علاته أنا من الناس اللي بتوعه تقرى كويس حول الخبر فأنا من زمان من ساعة مكان فيه منجم السكري زمان لو تفتكروا كنت تعود أقرأ على الدهب في مصر والتعدين في مصر عامل إزاي ونسب استخراج الدهب في مصر تبقى إيه والدهب اللي عندنا ده بيبقى عروق ولا بيبقى الدهب اللي بيكتشف في وسط مناجم حجرية مش عادي بيبقى حجر إيه لو موجود يبقى ده ينذر عن وجود دهب والإنتاج الاقتصادي من عدمه إلى آخره راعاني الحقيقة إنه هناك تقبيرات مخيفة للدهب بتاع أبو مرواط وصلت إلى إنه البعض قال ده هينقذنا اقتصادياً راعاني عارت كلمة راعاني كده شعرته بالخيفة ليه؟ لأنه ده من شأنه إنه يدي أمل زائف في بعض المناحي في بعض الزوايا مصر مش محتاجة أمل زائف مصر يتعمل فيها كتير جداً في العشر سنين زي ما كنت بيقولك وأنا لازلت مصر آه يفوق خيال أي حد جاي من مربع المعارضة أصلاً فما فيش داعي لأن إحنا نكبر شيء أكبر من حجمه منجم دهب موجود كويس هيفيدنا بالتأكيد منجم دهب